بسم الله الرحمن الرحيم بعدما تعرفنا على كيفية حل النموذج الخطي بيانيا نتعرف على ما يسمى المتغير الراكد والمتغير الفائد أولا ما هو المتغير الراكد أو slack variable يمثل الكمية غير المستخدمة ده تعريف المتغير الراكد يمثل الكمية غير المستخدمة لمورد من الموارد والتي تتمثل في أحد قيود المشكلة من النوع أقل من أو يساوي هنتعرف بمثال معنى هذا المتغير الراكد في مشكلة مصنع الجلود كان عندنا قيد بهذا الشكل ده كان أحد القيود في الأمثلة السابقة القيد زي ما هو واضح من النوع أقل من أو يساوي حصلنا على الحل الأمثل في هذا المثال أن X1 تساوي 540 و X2 تساوي 252 إذا عوضنا بالطرف الأيصر من هذا القيد عن قيمة X1 و X2 بهذا الشكل نحصل على قيمة الطرف الأيصر 90 التعويض زي ما قلنا عن قيمة X1 540 و X2 252 نحصل على قيمة هذا الطرف تساوي 90 بالتالي هذا القيد لم نستخدم منه أو هذا المورد لم نستخدم منه سوى 90 ساعة فقط من طاقة مرحلة الصبو الفرق ما بين الطرف الأيمن وهذه القيمة هي قيمة هذا المتغير الراكد فإذا طرحنا 135 ناقص 90 نجد أن الطاقة الغير مستخدمة أو قيمة المتغير الراكد في هذه الحالة يساوي 45 ساعة المتغير الفائض يمثل الكمية الزائدة عن الحد الأدنى لمورد من الموارد والتي تتمثل في أحد قيود المشكلة من النوع أكبر من أو يساوي نتعرف أيضا في مثال على معنى هذا المتغير الفائض وكيفية إيجاد قيمته في مشكلة بنك الرياض نجد أن القيد الثالث كان بهذا الشكل 100 X2 أكبر من أو يساوي ولما حصلنا على الحل الأمثل كان قيمة X2 تساوي 4000 إذن إذا عوضنا بالطرف الأيصر 100 في 4000 نحصل على الطرف الأيصر يساوي 400 ألف طبعا واضح الفرق ما بين الطرف الأيصر والطرف الأيمن هو 100 ألف وهي قيمة المتغير الفائد طب إذا كان الطرفين متساويين بعد التعويض بالطرف الأيصر وجدت أن الطرفين متساويين هذا يعني أن المتغير الراكد أو المتغير الفائد بصفر ملاحظة يسمى القيد قيد محكم إذا كانت قيمة المتغير الراكد أو الفائد تساوي صفر بينما إذا كانت قيمة لا تساوي صفر فإن القيد في هذه الحالة يسمى قيد غير محكم ترجمة نانسي قنقر